هذه الحلقة برعاية أساسنس كريد فالهالا قاتلوا في معارك ملحمية وعيش القصة المشوقة على أجزة الأكس بوكس وان والأكس بوكس سيريس اكس والس السلام عليكم ألعاب الفيديو مع شوقة الجميع ما تفرق أنت كبير صغير ذكر أنثى من أي دولة أو إيش لغتك وحتى لو كنت مش معروف أو كنت مشهور جدا المشاهير العالميين عرفنا كثير منهم من اللي أعلن حبه للألعاب علنا في مناسبة أو أخرى وشركات الألعاب في مناسبات عديدة استغلت هالمشاهير عشان تسوق ألعابها في حلقة اليوم نتكلم لكم عن خمس مشاهير معروفين دخلوا في حملات تسويقية مع شركات الألعاب ونبدأ بواحد من أشهر الشخصيات في مجال الترفيه العالمي حاليا إذا تشعر أن تشعر ما تشعر الروك يشعر الروك دوين دروك جونسون حصت كثير من شهرته من خلال مسيرته كمصارع وكان أحد أشهر المصارعين في التاريخ خصوصا في الأتيتود إيرا وفترة عز المصارع وبهذا السبب استعان في مؤسس مايكروسوت بيلغ جيتس وفي لحظة تخريخية في صناعة الألعاب ظهر ذا روك مع بيلغ جيتس في معروف CES الشهير للتقنية عام 2001 وشارك في الكشف عن جهاز الأكس بوكس الأصلي وطبعا أحد الألعاب المعلنة للجهاز كانت WWF Raw الآن التاريخ يعيد نفسه ويرجع ذا روك هالمرة بعد ما صار من كبار مثلي هلوت وحقق نجاح كبير مع أفلام مثل سلسلة Fast and Furious وأفلام جومانجي هالمرة مايكروسوت استدعته مرة ثانية وهالمرة لتسويق الجهاز الجديد الأكس بوكس سيريس اكس بس هالمرة لها بعد إنساني أكثر بحيث بيكون التعاون بين مايكروسوفت وذا روك ليعطاه جهاز الأكس بوكس الجديد للأطفال المرضى في المستشفيات في أنحاء أمريكا الآن انتقل المشهور التالي وهو مثل عالمي محبوب وغاني عن التعريف كيانو ريفس طبعا كيانو ذكرياته معه أيضا حديثة بحيث ظهر في آخر معرض E3 وقيم قبل جائحة كورونا وظهوره سبب ضجة كبيرة بحيث كان على المسرح في مؤتمر مايكروسوفت والسبب كجزء من تقديم لعبة سايبربنك المنتظرة اللعبة مش هو فقط مشاركة بتسويقة بحيث تحمل أوصافة بالكامل وأيضا راح يكون مؤدي صوت الشخصية جوني سيلفرهاند طبعا اللعبة لازمنا للحين ننتظرها وكل ما اعلن لها موعد جديد يتم تأجيلها من جديد واليوم الجماهير طاحت قلوبها لما الشركة شالت موعد صدار اللعبة من حساب توتر الخاص فيها يا ترى هل بنشوفه الشهر الجاي؟ أو بتتأجل كالعادة؟ ما علينا ننتقل المشهور التالي وهو مغني معروف عالميا والسنين طويلة متصدر المشهد الرابر الأسطوري سنوب داك طبعا هذا يعتبر من أغرب التعاونات في عالم الألعاب سنوب داك اشتغل مع شركات بانداينامكو لتسويق لعبة تيكن تاك تورنيمت 2 وأول شي يشتغل معهم عليه هو اغنيات فيديو كليب للعبة باسم نوكم داون وطبعا واضحنا مزينيات الفيديو كانت تعيسة جدا كل اللي يصير فيه ان اثنين جلسين على كنبة ومشغلين البلاي ستيشن وبعدها تقفل معاهم الأخلاق ويتهوشون بوسط الغرفة ما علينا غير الفيديو كليب السنوب كان له حلبة قتال كاملة داخل اللعبة وأيضا حضر السنوب معاهم معرض E3 عشان يسوق اللعبة وكان معاه مخرج تكن الأسطوري هارادا المشهور التالي بنتكلم عنه هو رياضي أسطوري لاعب كرة سلة راحل كوبي براينت هذا اللعب الأسطوري بكل أسف توفى مؤخرا بحادث مروحية لكن لا شك إنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ طبعا كوبي كلا تواجد كبير في ألعاب كرة السلة لكن سوني جابتها تحديدا في E3 2011 عشان يسوق لعبة NBA لكن بطريقة مميزة وهي مع أداء التحكم الحركية الموف من بلاي ستيشن وطلع كوبي في مؤتمر سوني مع مطوري اللعبة وجربها أمام الجمهور بأداء التحكم الحركية وطبعا جاب العيد في البداية وسجلوا على الفريق اللي ضده وقام يمزح مع الجمهور ويقول لهم اللعبة غير واقعية بعدها طبعا أعطى اللعبة وأداء التحكم كم مدحة تسويقية ومشام المؤتمر وآخر مشهور بنتكلم عنه اليوم هو أيضا رابر مشهور ثاني يعرف الكثير منكم باسم ترافيس سكوت شفنا طرق كثيرة للتسويق لحد الآن في الحلقة مثل ظهور المشهور في المؤتمرات الشهيرة مثل E3 أو مثل أنه يكون معاهم داخل اللعبة عن طريق مرحلة خاصة أو شخصية فيها لكن في طرق أكثر أكيد طبعا كلكم تعرفون أنه ما في شيء يحمس أكثر منك تكون أول واحد يحصل على منتج جديد الكل ينتظر واحد الأساليب اللي يجذبون فيها الشركات اهتمام الناس ويثيرون ضجاحة حول منتجهم هو أنهم يخلون واحد مشهور يتكلم عنه ويعتبر ترافيس أول شخص مشهور يصور نفسه مع يده بلسجن فايف دول سينس المنتظرة ونرسل صور له في الانستجرام ومعه اليد وكتب بجس ألعب إليه ما تطلع الشمس أحد يقدر يلومه طبعا ترافيس مش جديد على عالم الألعاب والحملات التسويقية فيه وسبق كان لا تعاونات مثل لعبة فورتنايت احنا جبنا لكم في هذه الحلقة خمس أمثلة بارزة وأتمنى تكونوا استمتعتوا فيها ولانا اللقاء قريب معكم يا أحلى المتابعين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر